اشتباكات عنيفة بين القوات السعودية المشتركة مدعومة بطائرات الأباتشي من جهة والميليشيات الإنقلابية من جهة أخرى في جبل مخروق بمنطقة نجران على الحدود السعودية اليمنية قوات السعودية المشتركة تمكنت من صد الهجوم الواسع الذي شنه عناصر الحوثي والمخلوع صالح في المنطقة وأوقعت خسائر كبيرة في صفوفها بحسب المصادر الأمنية كما شهدت بلدة الربوعة بمحافظة ظهران الجنوب بمنطقة عسير اشتباكات عنيفة مع تكثيف مروحيات الأباتشي غاراتها على مواقع الميليشيات في المنطقة فبحسب مصادر أمنية تمكنت طائرات التحالف من إحباط محاولة العشرات من عناصر الحوثي التسلل إلى داخل أراضي المملكة وقتلهم وكانت الأيام الماضية قد شهدت هدوءا نسبيا ساد معظم مناطق الحدود السعودية اليمنية بعد قصف مكسف على مديريات صعدة وشدة وسحار القريبة من محافظة ظهران الجنوب ملوك الشيخ العربية